هدف سجله الوداد وبدأت الأمور تتوتر جداً بالنسبة لجماهير النادي الأهلي أو للمتابعين أو إحنا كمصريين من بعث أعلامية شايفين اللي بيحصل إيه بصراحة شديدة قبل المباراة سألت أحد أعضاء الجهاز الفني بتروا هل مارس الكولر هيعمل مفاجأة في تشكيل النادي الأهلي؟ قال لي كده قال لي لأ مارس الكولر مش من المدربين اللي يعمل شطحات في مباريات كبيرة لا هيلعب بالتشكيل والقوام الأساسي عشان كده شفت التشكيل اللي لها مباراة الزهاب باستثناء دخول محمد شناوي يعني بعد ما تعافى بدلاً من مصطفى شوبير وما عملش فعلاً أي تغييرات في التشكيل بس قال لي قبل المباراة برضو نفس المصدر اللي في الجهاز الفني قال لي مارس الكولر بيفضل قاري كل ديئة في المباراة وما عندوش مشكلة يطلع أي لعب من المباراة أو يدخل أي لعب في المباراة بيقعد يقرأ كل التفاصيل الهدف لما جه بتاع الوداد هجيلك على نقطة مارس الكولر تاني بس الهدف لما جه بتاع الوداد كان فيه لعيب قاعد على الدكة ودي برضو هتسمعوها لأول مرة النقطة اللي أقولها دي هتسمعوها لأول مرة فيه لعب من دكة الأهلي لقيته جري على الخط بيكلم لعيبة النادي الأهلي بحماس وماسك واحد واحد تعال أقول لك ويكلم فلان وإنت لسه كتير ويسقف لهم مين اللعب ده يا جماعة أنا عايز الديني بس يوش عشان هو من الديني ظهره مش واخد بالي من بعيد يعني يلف قال إيه مين محمد مجدي أفشا والله أنا بقول لك مشاهدات عن حق يعني محمد مجدي أفشا جري بعد الهدف محمد مجدي أفشا اللي بيقعد على الدكة كتير في الأهلي الفترة الأخيرة وهو أساسي دايما كان في النادي الأهلي أول واحد جري على زميله يحفزهم ويحمسهم ويقول لهم لسه بدري كان محمد مجدي أفشا عجبتني دخلت أنا كتبت ساعتها على تويتر على طول قلت محمد مجدي أفشا إن شاء الله كتبت كده محمد مجدي أفشا إن شاء الله ليه؟ فكرت أنه هو داخل المباراة قوي مركز في المباراة مش قلقان مش خايف بالمناسبة نزل محمد مجدي أفشا الشوت التاني ونزل عمر السلية الشوت التاني ومن اللي خرج؟ خرج حسين شحات خرج مرونة عطية مكيمة الأسماء الكبيرة المتعلقة الفترة اللي فاتت لما نزلوا كانوا نقطة التحول في المباراة هتقول لي إزاي؟ ما هو أفشا ما أجبش جول مثلا وعمر السلية ما جابش جول ده محمد عبد المناء ما هو اللي جاب الجول بكرة سابت لا كل تمريرة وكل خروج بالكرة سليم كان بيجي من محمد مجدي أفشا وعمر السلية اللي قال لي كان عنده مشكلة كبيرة وده اللي كنت بقول لك بقى أنا ليه دخلتاك محمد مجدي أفشا في النص ده اللي كنت بقول لك من شوية نمارس الكرة بيبقى قاري كويس أوش اللي قال لي كان عنده مشكلة كبيرة في الخروج بالكرة من المنطقة الدفاعية للمنطقة الهجومية لا نزل لي بقى اتنين بيعرفوا يخرجوا بالكرة كويس جدا محمد مجد قفشة وعمر السولية نزلوا محمد مجد قفشة ياخدوا الكرة من ياسر إبراهيم ياخدوا الكرة من محمد عبد المنعم نفس أمر عمر السولية يدي سروهات ينقل اللعب شغل فني محترم كبير عملوا مرس الكرة في الشوء الثاني الحكاية ما كانتش كرة سبتة وخلاص سجل منها الأهلي هدف ما قبل هذه الكرة السبتة وما بعدها الأهلي عمل شوط محترم جدا قدام الودات طيب نقي بقى في لحظة الهدف اللي سجلوا النادي الأهلي لحظة هدف محمد عبد المنعم حضراتكم حسن ما عرفت بعد كده أنه انتوا ما شوفتوش الهدف في التريفزيزيو أو أغلب الناس يعني ما شوفوش الهدف هو بيخش احنا لقينا بيقولول يعني لقينا الكرة في الشبكة واللعيبة بتحتفل فاحتفلنا نفس الأمر ده حصل معنا في المدرجات أنا قاعد في المدرج الكرة سريعة جدا حركة رأس محمد عبد المنعم أصلا يعني هو بعيد عن المرمى كل التفاصيل دي اللي شفتها لما شفتها في الإعادة يعني صعب تتخطف بعنيك المجردة من أول مرة سواء كنت في الملعب أو كنت على التريفزيون أنا شفت اللعيبة بتحتفل طبعا أنا وزمائلي ياه جيب نجون تعاب بقى تحت ضغط كبير جدا الأهلي جاب جولة يا جماعة طبدا أنا إيه تلقى أي أن نفعل مع الهدف الطبيعي بعد اللي انفعل ده يحصل إيه هتبص على يمينك وعلى شمالك وتشوف إيدين بتتحرك وعيون بتترقب ولا الهوى ولا حد ضيقك ولا حد يزعلك ولا حد قالك يا شاء الله هتخسره واتوا مش عارفوا إيه وإنتوا إيه ولا الهوى عيش مع فريقك وعيش وسبني عيش مع فريق ببساطة بعد الهدف الأهلي ميسي كورة تحسن كثيرا وحتكلم عن الأمور الفنية بس الأولى أشرح لك أو أقولك أو أحكي لك الكواليس لأهلي تحسن كثيرا جميل وده ما فتش عن التشغيع فيه اللي تشجع وتساند وتدعم وكل شيء حصل طيب خلصت المباراة خلصت المباراة جماهيل وداد في ديات الساعة أنا ليه بشيد النهاردة بجماهيل وداد ليه كريم أنت جايت بالي غقاوه في جماهيل وداد لأ أنا بشيد بجماهيل وداد أوي عشان أقولك حجم الإنجاز العظيم اللي عملته لعبة النادي الأهلي وجهازهم الفن الضغط ده لا يتحملوا إلى لعبة النادي الأهلي بخبراتهم العظيمة وجهاز فني رائع مش سهل أجماعة ما تقوليش إيه معادي أهم والأهلي بيكسب بطولات كتيرة لا البطولة دي كانت صعبة جدا 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 الضغط ما كانش طبيعي على لعبة النادي الأهلي وجهازهم الفن فأنا بكبر وتكبير حقيقي وصحيح من جماهيل وداد واللي عملته في المباراة عشان أكبر أكتر اللي عمله النادي الأهلي لعبة وجهاز فن رائع 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 فيش أي عزم فيش أي مشكلة فيش أي حكاية خاصة